يسمر والإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين سهيرة نعم حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأربعة أكثر من مليون وثمائتين واثنين وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصرين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائتي ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم تسعمائة وسبعين ألفا ومائتين وسبعة أشخاص هذا ويشدد الفريق الوطني الطبي على ضرورة المبادرة والتسجيل للحصول على التطعيم للوصول إلى المناعة المجتمعية التي ستسهم بدورها في عودة الحياة الطبيعية بإذن الله